فلماذا إذن يعني هذا الذي نحن حقيقة نوجه كعتب كبير على أبناء أهل الخلاف لماذا تنساقون لهؤلاء كل هذا الانسياق لمجرد عدائكم للشيعة أو عدم ارتياحكم لهم يعني أنت مثلا الآن تسمع الشيعي ينادي بالمهدية عليه السلام خليفة وإماما لهذا الزمن فيحملك بغض الشيعي على إنكار ذلك هل هذا صحيح أنت هنا تكون رادا على نبيك ورادا على ربك فإن نبيك صلى الله عليه وآله في متواتر الأحاديث الصحيحة بشر بهذا المهدي فيلزمك الاعتقاد به تكون رادا على أئمة مذهبك ممن قالوا ونقلنا نصوصهم وتصريحاتهم أن الإيمان بالمهدي من عقيدة أهل السنة والجماع أما قالوها بصريح العبارة ودونوها هكذا فلماذا تتلف نفسك لماذا تدخل نفسك في المحرمات تدخل نفسك في الضلال تدخل نفسك في الزيغ لماذا؟ كل ذلك لأنه يحملك على هذا بغض الشيعة هذا غير صحيح الإنسان المؤمن لا يحمله البغض لأحد على أن يترك الحق أو أن يقول الباطل لا يحمله بل يقول الحق له وعليه يقر فلماذا لا نجد مثل هذه السجية عندكم؟ لماذا نجدكم خاصة في هذا الزمان؟ بدأتم تتمادون كثيرا في إنكار أصول الإسلام أصول الإسلام كل ذلك بغضا للشيعة لأنهم التزموا بما هو حق وبدلتم حتى الأحكام الأحكام الدينية بدلتموها السنة في القبور ما هي؟ علماؤهم هم يذكرون وكانت لنا ورقة بحثية قديمة في هذا الشأن قالوا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله السنة تصطيح القبور يعني القبر لا يسنم كسنام الجمل هكذا وإنما يسطح يرفع بمقدار قليل عن الأرض ويسطح لا يسنم ما يصير مقوس بهالطريقة ومع ذلك ما اعتراف علمائهم وهم يقولون أن السنة الثابتة عن النبي هو هذا لكن حيث يلتزم به الرافض عدلنا عنه إلى التسنيم المهم بس انعاكس الرافض نشوف يعني ذنب الرافض أنهم التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وآله فإحنا لازم نخالفهم لازم نميز نفسنا عنهم فتعالوا سولنا قبة على كل قبر ما هذا هذا أي دين أي سنة أنتم تقولون أهل السنة سنة النبي هي هذه تعدلون عنها ومع ذلك تتبجحون بالقول نحن أهل السنة كذلك ذكر علماؤهم السنة في التختم إنما هو في اليمين هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله لكن حيث صار شعارا للرافضة عدلنا عنه إلى التختم باليسار صاروا من أصحاب الشمال لماذا مثل هذه الأمور لماذا نجدها عندهم ما هو السبب بل بلغت بهم الوقاحة والدناء عند بعضهم لا أقول كلهم أنهم يتعمدون ترك الصلاة على آل محمد عليهم السلام وذكروا ذلك قالوا لأنه صار شعارا للرافضة النبي أمرنا بإجماع المسلمين لما سئل كيف نصلي عليك قال أقولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد عليهم السلام فهذه إذن السنة هذا هو المأمورين هذا ما هو نحن مأمورون به شرعا لكن هم يسمعون يشوفون الشيعة ما إن يذكر محمد صلى الله عليه وآله إلا وترتفع أصواتهم اللهم صلي على محمد وآل محمد وآله محمد وعجل طرجه وعجل 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 ف تصطيح القبر تصطيح القبر هو السنة ولكن خلافا للرافضة يسنمونه أي أربع ساعات اللثل تقريبا خلي شوفونا شوفونا هاي الورق البحثية ويرون الفضائح أهل السنة أعداء السنة لماذا؟ لأن الشيعة يلتزمون بهذه السنة كل سنة للنبي صلى الله عليه وآله يلتزم بها الشيعة ويواضبون عليها بما عدت عندهم شعارا قالوا نعدل عنها ونجعل في مقابلها سنة أخرى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرتدي هذا اللباس يعني عمامة قميص عباءة جبة أو خلي نقول قباءة ما شاكل يعني هذا اللباس المعروف يقولون لا ما أنا لبس مثلها هي سنة النبي؟ لا نبدلها يخلوا لك شنو؟ شماغ شماغ إنجليزي بعد طلعت تسنن الإنجليزي وغيرهم يلبس لك طربوش ويلفل عليه خرقة هذول ملوت الأزهر وبعضهم يسوي لك موديلات عمايم ما ندري شلون يعني عمامة هاي اللي ما ندري شلون الطابقية مالتهم يعني أشكال وألوان ليش يا أخي هو سنة النبي هكذا طبعا هذا الحمد لله أيضا يعني عليكم السلام ورحمة الله هذا هم جيد إخواني لأن الله لا يوفقهم للاستناني بسنة النبي صلى الله عليه وآله فيميزون شوف وجوههم وشوف شكلهم وشوف حركاتهم وشوف كلامهم كأنك تشوف سنة كفار قريش يعني هكذا شوف أبو جهل تشوف ما أدري أبو لهب تشوف سنة النبي صلى الله عليه وآله على الصحيح ألا تزداد اللحية عن القبضة قبضة فما زاد في النار لحية إبليس تصير كلهم لحى إبليس كلهم قريش كانوا يعفون اللحا ترى يعني أبو جهل أبو لهب لحاهم هالشكل مثل الوهابية بالضبط لحا طويلة أبو بكر وعمر أيضا نفس الشيء عمر كانت لحيته إلى سرتي ولحية كانت كثة زين فهم ماشين على تلك السنة نحن نتبع نبينا صلى الله عليه وآله نمشي على سنة نبينا سنة إمتنا صلوات الله عليه أنا شاهدي من هذا ما هو أنا أريد أن وجه هذه الرسالة التوعوية لأهل الخلاف اللي إن شاء الله ننتظر في هذا الشهر أيضا أن يكثر عدد المتشيعين ومعلني التشيع أي العودة إلى الإسلام الصحيح فيه إن شاء الله تعالى بإذن الله فنقول لهم إخواني أنظروا إلى أين جركم هؤلاء لا إلى إهمال السنن سنن النبي صلى الله عليه وآله عمدا تعمدا بغضا في الشيعة بل حتى إنهم يجرونكم لإنكار المسلمات الثوابت في العقيدة الإسلامية كعقيدة المهدية المنتظر بغضا في الشيعة يعني صدق لو أن الشيعة ما يؤمنون بالمهدية المنتظر لكنت تجد أئمة أهل الخلاف قاطبة مسلمين به معتقدين به مصرين عليه كما يصرون على الدجال يعني أكو واحد من أهل الخلاف لا يؤمنوا بالدجال كلهم يؤمنون بالدجال أنه حق أنه سيأتي يعني واحد دجال ويفعل المنكرات وكذا ليش كل هذا الاهتمام والذكر للدجال ما هو السبب لأنه الدجال عند الشيعة ليس عقيدة بهذا الكم والكيف من الدجال واحد يدجل بس ما عنده قدرات خارقة عندنا ينزل المطر ويحيي الموتى وما أدري يحيي الأرض وما أدري عنده قدرات خارقة سوبرمان يعني عرفت شلون ما عندنا نعم نؤمن بأنه هناك دجال سيأتي وسيكون من أعداء الإمام المهدي عليه السلام ويحارب ويخضي على الإمام المهدي بس أكثر من هذا ما عنده فهم لأنهم لا يجدون الشيعة يتمسكون بمثل هذا المعتقد لا مشكلة عندهم أن يتمسكوا به أما لأنهم وجدوا الشيعة يتمسكون بالمعتقد في المهدي عليه السلام فإنهم لا يتمسكون بهذا المعتقد ويحاولون بأي طريقة ما أن يتملصوا منهم ولو بإنكار ما حرره علماؤهم أنفسهم في كتب الاعتقاد أنتم تلاحظون مثلا أننا نحن الشيعة دائما لما نذكر أهل البيت صلوات الله عليهم نصلي ونسلم عليهم يعني مثلا نقول علي عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو صلوات الله عليه صحيح المخالف ماذا يقول غالبا رضي الله عنه ليش شنو السبب ما الذي يحملهم حتى بعضهم أفتى على ما ببالي بعض مشايخ أهل الخلاف أفتوا بحرمة التسليم على أهل البيت ما هو السبب ما هي العلة في ذلك حق أهل البيت حق أهل البيت وعند كل الطوائف أن يصلى ويسلم عليهم افتح البخاري تشوف تشوف يذكر مثلا بعض الأحاديث عن علي يقول عليه السلام عن فاطمة عليها السلام عن الحسن والحسين عليهم السلام في كتب أخرى من الحديث من الأثر من كتب الاعتقاد من كتب العقيدة وغيرها كتب الأحكام الفقه تجدونهم لما يذكرون لأم من أهل البيت عليهم السلام يقولون عليهم السلام صلوات الله عليهم إحنا بعضهم يستخدمون هذا اللفظ صلوات الله عليه عليه الصلاة والسلام حتى هذا اللفظ موجود ومو فقط الأئمة المتقدمين كعلي والحسن والحسين بل حتى أمثال الباقر والصادق والكاظم يسلمون عليه بل حتى المهدي إن شاء الله سأتي لكم في هذه السلسلة إن وفقنا الله تعالى وأحيانا آتي لكم بالموارد بالمواضع التي في لغة أهل الخلاف في كتبهم لما يذكرون المهدي يقولون عليه السلام وهنا لك أن تتساءل إن لم يكن له وجود فيسلمون على من لم يولد بعد يقول لك المهدي مثلا سيظهر المهدي عليه السلام إذن يفترض نحن وأنتم أن نكون متفقين على مثل هذه العبارات التي نبدي فيها الاحترام لأهل بيت النبي صلوات الله عليه فلماذا تحملهم هذه العداوة للشيعة والبغضاء تحملهم حتى إلى الإفتاء بحرمة التسليم على أهل البيت يقولون تركوا ذلك صار شعارا للرافضة طيب سبحان الله في البخاري هكذا مو مهم اتركوا ذلك بعضهم هكذا فعل أفتى بحرمة التسليم على أهل البيت لأنه صار شعارا للرافضة اكتفوا بالترضي عنهم وبعضهم لا أراد عممها سوالك شنو قام يقول الإمام عمر عليه السلام مو راكبة ما ترهام مثل ما نقول بالخياز ياشين السرج على البقر ما تصير شلون سرج يتركب على البقرة ما يصير السيدة عائشة عليها السلام شنو هذا يعني شيء اللي ما يتناسب شيء بدعة ما إلى أصل لماذا تأتي به كل هذا حقدا على شيعة أهل البيت منافسة لهم علي بن أبي طالب بإجماع المسلمين أنه لم يسجد لصنم قط صحيح ولذا يقال له كرم الله وجه رايحين طلعوه لك بطريقة ما أنه لا أبو بكر أيضا كرم الله وجه أيضا ما سجد لصنم قط طلعوه لك ياه بطريقة راحوا تمسكوا بالغرائب بالروايات الشاذة قصص ألف ليلة وليلة اللي ظهرت في القرن الثامن القرن التاسع ما إلى وجود أصلا أن أبا بكر يعني وهو شاب كان يخرج في مكة يأخذ معه حجارة ويرمي بها الأصنام ويقول أنني أرفضك لا 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 أسجد لك كل شوفوا كل حقيقة تخص أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم من باب المنافسة يريدون خلق مثيل أو اختلاق مثيل لها في أئمتهم فضائل أهل البيت مناقب أهل البيت صلوات الله عليهم مقاماتهم الأحاديث النبوية الواردة فيهم يختلقون لك شنو في المقابل أحاديث منافسة يعني حتى يقول لك لا مثل ما عندكم إحنا هم عندنا أيضا في أئمتنا شو المشكلة يعني قال النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء العالمين يطلع لك في مقابلة عائشة فضلها على الثريد كفضل فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فإذن يعني إيهم سيدة المسلمات ما أدري لو سدوا كل الأبواب إلا باب علي جعلوا في مقابله ماذا سدوا كل الخوخات إلا خوخة أبا بكر الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة طلعوا لك حديث أبو بكر وعمر كهول أهل الجنة وهل في الجنة كهول أصلا أصلا هذا مخالف للإجماع لأنه أهل الجنة شباب لا كهول فيهم النبي صلى الله عليه وآله يقول فكهول أهل الجنة شلون بالله وين يخلونهم يم الباب أهل الجنة شباب لا كهول فيهم كل من يحشر شاب يعني في عمر الشباب فتوة في الجنة سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلى الله عليهما كهول ما موجود شلون يطلع أبو بكر وعمر كهول أهل الجنة يأول لك طبعا لا يعني المقصود من كانوا كهولا في الدنيا وبعدين في الجنة صاروا شبابا ومن الحتي هذا يليف ويدور يا أخي اعترف أنت ليش ما تعترف بالحق إلى متى يعني هذا الجحود ليش يعني ما تعترف ليش ما تقول يا أخي حديث الموضوع خلصنا فكنا كافي تدجيل على الناس كافي دجل خداع كافي ضيعت الأمة أبعدتموها عن قادتها الشرعيين الأئمة الشرعيين من أهل بيت النبي كافي ما عين الله ولا رسوله أبا بكر إماما لنا خلصنا تهى الموضوع ما عين لنا عمر إماما لنا ولا عائشة عين لنا عليا وفاطمة والحسين والحسين ولا إم الاثني عشر أئمة لنا بهم نغتدي ونأتم خلصنا كافي بعد أنت تريد بأي طريقة تحشر هؤلاء تجعلهما أئمة على رؤوسنا بلا دليل شرعي ميجوز هاتي لي حديثا واحدا قال فيه النبي من كنت مولاه فهذا أبو بكر المولاه حديث فيه تولية إني وليت عليكم أبا بكر إني استخلفت عليكم أبا بكر موجود ما موجود ما ليس له أثر فلماذا تقول أبو بكر خليفة رسول الله ما معنى خليفة خليفة أي الذي استخلفه المستخلف أبو بكر لم يستخلف رسول الله تهينا خلصنا بعد لا يصر خليفة رسول الله خليفة رسول الله رد على الله وعلى رسوله كذب على الله وعلى رسوله كذب على رسول الله من استخلف أبا بكر رسول الله كذبت أين الدليل على أن رسول الله استخلف أبا بكر جيب لي دليل لا يوجد سبحان الله عشرات الأحاديث الدالة على استخلافي علي بن أبي طالب بالنص نص الحديث إن هذا أخي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا نص أنه هو الخليفة يعرض عن كل هذه الأحاديث أو يؤولها مثل لفظ الخليفة هذا يقول لا يعني قصد خليفته في أهل بيته فقط لا في عموم الأمة يؤولها يلعب بيها ولا يوجد حديث صحيح دال على استخلافي أبي بكر ومع ذلك يقول خليفة رسول الله شا تسوي له هذا شا تسوي له بالله عليك مع من تتعامل أنت مع أناس لا دين لا ذم لا ضمير صراح إذا عند القدرة هكذا يضرب بعرض الجدار عشرات الأحاديث عشرات الأدلة أو يؤولها وفي المقابل يصطنع مبدأا دينيا بلا دليل بلا دليل أصلا بلا دليل بلا حجة بلا برهان هذا شا تسوي له هذا معاند جاحد لا يمكن التعامل معه لابد أن تكون هناك مساحة مشتركة فيما بيننا تكون هي التي نستند إليها هي التي نتكي عليها هي التي تسمح لنا بأن نصل إلى كلمة سوى أنت تعدم هذه المساحة تعدمها خلاص فماذا نفعل معك مثل هؤلاء أيها المسلمون هم الذين يضيعونكم هم الذين يضلونكم فلا تستمعوا له استمعوا إلى من يحاول أن يكشف لكم الحقائق كما هي وإن كانت مزعجة لبعضكم لأنكم تربيتم على خلافها وما أدراكم لعله حق اجعل الاحتمال واحد بالمئة وتابع ابحث أنت بنفسك بلا أحكام مسبقة بلا هوان بتجرد علمي ابحث بنفسك بأنصاف توسل بنبيك صلى الله عليه وآله إلى الله توجه به إلى الله عز وجل حتى يرشدك إلى الحق والحقيقة الله عز وجل يأخذ بيتك فتركب سفينة النجاة ترجمة نانسي قنقر